حلقة النهاردة فأباب الخير عن البركة اللي لازم من ضيعهاش ونستغلها في شهر رمضان الكريم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى رب المشلقين ورب المغربين خالق الليل يباسط الكفين استوى على العرش والكرسي موضع القدمين ولذلك لا تسأل عن اله أبدا لا بكيف ولا بأين لأنه سبحانه جل وعلا فوق الكيف وفوق الأين سل البقرة وآل عمران سل الزهراوي سل الإخلاص والفلق والناس سل المعوذتين سل صورة النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين بل سل صورة الرحمن عن الجنتين سل صورة النساء عن الربع وعن الثمن وعن الثلث والثلثين بل سل صورة الكهف عن الخضر والغلام لما بلغ بين السدين بل سل صورة الإعراف عن سيدنا موسى لما قيل له اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عين يا سيدي سأل كل شيء في الحياة وفي الوجود يخبرك دائما وأبدا بأن الله هو الحي لسان حال القدرة يا سيدي ونحن نتحدث عن البركة يقول أن الله المدبر كل أمر يا من تريد بركة يا من تريد جبرا لخاطرك يا من تريد عطاء حقيقي أنا الله المدبر كل أمر وتدبير الخلائق في هبائي أنا الأزلي قبل الخلق طر وأظهرت الورى بعد اختفائي فمن أنشاك من ماء مهين وأنت بظلمة الأحشاء نائي ومن سواك في شكل بديع على كل الخلائق باستوائي أتذكر نطفة أنشيت منها بأطوار القذارة والقذاء فقلت لها على التخصيص كوني فكانت طوع أمري بالنداء أتذكر حين كنت ببطن أم أما غزاك رزقي في الحشاء وهل أحسست من حرج وضيق كما أحسست في وسع الفضاء ومن أبدى جسمك من مضيق ومن بالأم يلطف في القضاء أنا الله المدبر كل أمر وتدبير الخلائق في هبائي سبحان الله البركة أفضل نعمة يا سيدي بعد نعمة الإيمان هي نعمة البركة البركة شيء لا يرى بالعين وإنما شيء يحس وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لهذا المتصدق ما تراه من مال نقص أمامك سأجعل لك مالا أفضل من هذا المال هذا المال المتبقي أنفقت من المئة عشرة فأصبحت مثلا تسعين سأضع في التسعين هذه البركة سأغنيك بهذا المال القليل عن الكثير وسأغنيك بالضيق عن الواسع لأن الله تبارك وتعالى قال جزاء وفاقا هل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان